السلام عليكم مرحبا وأهلا وسهلا بكم في قناة مباركبيب لما تتعلم من حياة والأرض الجميع يتسأل عن فيروس الكورونا فما هو الكورونا إذن قبل أن نعرف ما هو الكورونا وسوف نجيب عن جميع أو أغلب تساؤلاتكم حول هذا الفيروس حتى تعرفونه وتفهمونه جيدا قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك معنا في قناة للتوصل بكل ما هو جديد إذن بالنسبة للكورونا فهو فيروس متواجد منذ الأزل أي أنه فيروس طبيعي يتواجد طبيعيا أي أنه فيروس طبيعي هذا الفيروس متواجد عائلة الفيروسات هناك مجموعة من العائلات الفيروسات وهذه الفيروسات تصيب الإنسان وتصيب الحيوان وتصيب حتى النباتات إذن الفيروسات فهي متواجدة في الكون أي أنها موجودة والإنسان فقد تكتشفها بالنتيجة التطور التكنولوجي والتطور العلمي تظهرت كائنات مجهرية تسموها بكائنات صغيرة تسمى بالفيروسات وهذه الكائنات ليست كائنات حية أي أن الفيروسات هي كائنات غير حية بمعنى أنها إذا كانت في الوسط الخارجي أي أنها إذا لم تكن في جسم حي فإنها لا تتكاطر فالفيروسات تتكاطر فقط إذا كان الجسم حيا كمثلا إذا أصابت نبتة أو أصابت حيوان أو أصابت إنسان أن ذاك تتكاتر بينما إذا كانت لوحدها فإنها لا تستطيع أن تتكاتر إذن فالفيروسات فهناك مجموعة من الأنواع من الفيروسات والكورونا هو نوع من أنواع الفيروسات فقد ظهر مثلا هذا النوع الذي نراه اليوم الذي يسمى علميا كوفيد 19 قبل ذلك كان هناك في متلازمة الشرق الأوسط التي سميت ميرس كوف هذا الاسم العلمي ميرس كوف كذلك حاليا هناك اسم جديد وهو كوفيد 19 كذلك كان هناك مجموعة من العائلات من هذه الفيروسات إذن فالكورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان ولكن فيروس الكورونا الذي نلاحظه الآن أو فيروس كورونا المستجد فهو تطور لفيروس ميرس كوف الذي كان يسمى بمتلازمة الشرق الأوسط فهذا الفيروس أي فيروس الكورونا فهو إذا أساب الإنسان إذن هناك مجموعة من النظريات عن مصدر هذا الفيروس هناك من يقول بأن مصدره هو أنه جاء ودخل للإنسان عن طريق الحيوانات وهناك من يقول بأن هناك مجموعة من المصادر ونحن لا تهمنا كل ذلك كل ذلك لا يهمنا ما يهمنا نحن هو ماذا يفعل هذا الفيروس بجسم الإنسان هذا الجسم فيروس الكورونا فهو يسبب التهابات رئوية تسمى بنومونيا هذه الالتهابات الرئوية فهو يدخل إلى داخل خلايا الرئة ثم يقوم بالتهابات أي أنه يقوم بهدم هذه الخلية والخلايا المتواجدة في الرئة ويسبب التهابات وهذه الالتهابات تجعل الشخص ترتفع لديه درجة الحرارة وبعد ذلك يحدث عنده اختناق ثم نتيجة هذا الاختناق قد يؤدي الشخص إذا لم تكن هناك رعاية طبية وتنفس وكذا والجهاز المناعي إذا لم يكن لدى الإنسان جهاز مناعي قوي فقد يسبب له الموت بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية فهي تتصل بجميع وزارات الصحة في العالم وتتصل بجميع الخبراء الدوليين ومجموعة من المختبرات والأطباء وما لذلك من أجل معرفة هذا الفيروس والتعرف عليه إذا ما هي أعراض الإصابة بالكورونا بالنسبة لأعراض الإصابة فقبل أن تظهر هذه الأعراض ما لا يعرفه الناس هو أن هذه الأعراض لا تظهر في اليوم الأول أي أن عند الإصابة بالفيروس فالشخص يبقى لمدة 14 يوم لا تظهر عليه أي أعراض إذن تسمى هذه الفترة بفترة الحضانة إذن الشخص يحمل المرض والفيروس ولكن لا تظهر عليه الأعراض نقول بأن الشخص في فترة حضانة أي أنه يحتضن الفيروس فإذا كانت مناعة الشخص قوية فسوف تقوم بالقضاء على هذا الفيروس ولن يحس الشخص بأية أعراض وبالتالي الشخص سوف يكون معافة بينما إذا كان الجهاز المناعي متوسطا أو ضعيفا ففي غالب الأحيان يسبب هذا الفيروس مجموعة من الأعراض أولا كالحمى ثم السعال ثم بعد ذلك الإسهال ثم يسبب كذلك ضيق في التنفس ويسبب احتقان أو ألم في الأنف والحلق إذن هذه هي أهم الأعراض التي تميز فيروس الكورونا سوف تقولون لي بأن هذه الأعراض فهي متشابهة مع باقي الفيروسات سوف أقول لكم نعم ولكن العلماء يعرفون بأن إذا أصيب الشخص مثلا في شهر فبراير وفي شهر يناير أو في أواخر شهر يناير وفبراير ومارس إذا أصاب الشخص إذا أصيب بأعراض مثل هذه ففي هذا في شهر فبراير وفي شهر مارس وأبريل لا تكون هناك إنفلوانزا أي أن الإنفلوانزا لديها موسم يسمى بموسم الإنفلوانزا ومعروفة عند الأطباء ومعروفة عند العلماء بوقتها بينما هذا الفيروس فهو لا يكون في موسم الإنفلوانزا كما نعرف أي الموسمية هذا الفيروس يمكن أن يتواجد على طول السنة وبالتالي فيجب أن تتضافر الجهود من أجل قضاء عليه ووقف انتشاره إذن هذه هي الأعراض إذا كانت هناك حمى وضيق في التنفس وسعال وإسهال كذلك الشخص يعني لاحظ الأطباء بأن الشخص يحس بالعياء ولا يستطيع أن ينمو من مكانه حتى وإن كان بقربه كأس من الماء لن يستطيع أن ينهض من مكانه ثم يأخذ ذلك الكأس إذن هذا الفيروس يسبب عياء في العضلات إذن لذلك المريض قد يصاب بمضاعفات خطيرة إذا كانت لديه أمراض كالسكري وإذا كان مثل أمراض الكيلي أو كان هناك فشل كلوي أو أمراض القلب إذن إذا كانت هناك أمراض كالسرطانات الشخص إذا كانت لديه أمراض مزمنة فإن الفيروس قد يؤدي إلى قتله وإلى وفاته وبالنسبة لهذا الفيروس فأهم شيء فهو يسبب فشل تنفسي أي يحدث اختناق وبالتالي فالأطباء يرجعون إلى التنفس الاصطناعي من أجل إنقاذ المريض وهنا تختلف الدول حسب الدول وحسب إمكانياتها وتوفرها على هذه الأشهزة التي تساعد على التنفس هناك من يطرح سؤال هل هناك علاج لهذا الفيروس حاليا لا يوجد له علاج نوعي ومعروف بشكل مباشر حتى الآن لكن توجد إجراءات مساندة مثل كأخذ مجموعة من المواد إذا كان هناك ارتفاع لدرجة الحرارة تأخذ أدويا لأجل انخفاض درجة الحرارة إذا أحص الشخص بالعياء فتعطى له فيتامينات من أجل تنشيطه وإعطائه حيوية حتى يستطيع الجهاز المناعي التغلب على الفيروس هل هناك لقاح معدل تجاه هذا الفيروس؟ حاليا لا يوجد حتى الآن أي لقاح هناك مجموعة من الأدوية التي يتم تجربها ولكن لم يتم تأكيد أي منها حاليا كيف ينتقل الفيروس؟ إذا بالنسبة للفيروس فهو ينتقل بالاختلاط المباشر بالمصابين إذن يعتقد أن الفيروس ينتقل مثل الفيروسات الكورونا الأخرى ومثل الأنفلوانزا أي أنه ينتقل عن طريق السلام باليدين أو السلام بالوجه إذن يجب منعا كليا منع السلام مع الأفراد من أجل تجنب الإصابة كذلك عن طريق الردادة المتطير من المريض وأثناء السعار أو العطس فهذا الفيروس ينتقل من المريض إلى الشخص الآخر عن طريق الرداد إذا عطس لذلك يجب تجنب العطس وعزل المرضى عن الآخرين حتى لا يصابوا كذلك لمس أدوات المريض إذا كان الشخص مريضا فإنه يكون فيه فيروس في يديه وفي جسمه وإذا لمس أي شيء فإنه يكون فيه هذا الفيروس وبالتالي فالأسطح الملوث بالفيروس وكذلك نمس الفم ولمس العينين لأن العينين بها أغشية مخاطية يمكن أن ينفذ عبرها الفيروس وكذلك الأنف والفم وكذلك هناك احتمال أن ينتقل الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان خاصة الجمال فهناك الجمال على الإبل تحتوي على يمكنها أن تنقل الفيروس لذلك يجب أخذ الاحتياطات منها أيضا بالنسبة لسبول الوقاية من المرض هناك من طرح أسئلة عن سبول الوقاية إذن ليس هناك علاج كما تطرقنا والحل هو الوقاية والوقاية خير من العلاج بطبيعة الحال الوقاية أهم شيء هو الصابون وغسل اليدين بالصابون والماء جيدا أو المواد المطهرة الأخرى كالكحول أو التي تقوم بقتل الفيروسات كالمعاقمات خصوصا بعد السعال أو العطس وبعد استخدام دولات المياه وقبلها وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها وعند التعامل مع المصابين بالنسبة للأطباء أو الأغراض الشخصية لهم أي أنه يجب الغسل الماء باليدين والصابون جيدا كذلك تجنب مخالطة الناس مباشرة ومخالطة المصابين والعمل على لبس الكمامة الواقية عند التعامل معهم مع عدم مشاركة المريض في أدواته الخاصة إذن هذه بالنسبة للأطر الطبية وبالنسبة للمصابين إذا كان هناك مريض ولا يعرف كيف يتعامل فيستحسن للمريض أن يبقى في مكانه ويطرق الطباء يتعاملون معه وفق حالته كذلك تجنب لملامسة العينين والأنف والفن باليد المباشرة قدر المستطع إذن هناك إحصائيات تقول بأن الشخص العادي يلمس وجهه ثلاث إلى أربع مرات في الدقيقة إذن الشخص العادي يلمس وجهه ثلاث إلى أربع مرات في الدقيقة إذن هناك مجموعة من العلماء الذين ينصحون بالقيام بالأشياء باليد اليسرى مثلا إذا سوف تذهب يعني هذا رغم أنه مخالف لسنتنا إلا أنه يستحسن في أثناء انتشار هذا الوباء أن تتم المعاملات ومثل المعاملات البنكية وتسليم الأموال وأخذها من الناس أيضا وكذلك عند الضغط عن الأزرار أزرار المسعد أو الضغط على أشياء في الخارج يستحسن استخدام اليسرى لأن الناس يلمسون يدهم اليمنى بيدهم اليمنى يلمسون وجوههم أكثر من لمسهم بيدهم اليسرى أي أن باليد اليمنى نلبس وجهنا أكثر بكثير من لمسنا باليد اليسرى لذلك يستحسن أن نقوم بأعمال بيدنا اليسرى بدل يدنا اليمنى حتى نتجنب لمس وجوهنا ونقل العدوى إليها بطريقة غير مباشرة كذلك يستحسن لبس الكمامات الواقية في أماكن التجمعات المكتدة والإزدحام عند التوصية بذلك كذلك أثناء الحج أو العمرة وعند زيارة الحالات المصابة وما إلى ذلك وارتداء كمامات واقية وليس الكمامات الطبية لأن هناك أنواع من الكمامات فإذا اضطر الإنسان أن يرتدي الكمامة فليرتدي الكمامة المخصصة لذلك كذلك استخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به والتخلص منه في سلة المهميلات ثم غسل اليدين جيدا وإذا لم يتوفر المنديل فيفضل السعال والعطس على أعلى الدراع وليس على اليدين حتى لا تلوت اليدين لأنك تستعملها في لمس الناس الآخرين إذن كل شخص فهو محتمل أن يكون مصاب فكل شخص يحتمل أن يكون مصاب وبالتالي يجب الأخذ هذه الاحتياطات من أجل توقف نشر المرض كذلك يستحصن الحفاظ على النظافة العامة وعلى البيئة والحفاظ وتنظيف الأماكن وتنظيف المعدات والمفاتيح وتنظيف كذلك النقود وما إلى ذلك حتى يتم محاربة هذا الوباء وبالنسبة لأشخاص الذين يذهبون لشراء الخضار والفواكه فيجب غسلها جيدا بالماء قبل تناولها ويجب غسلها بالماء الجاري وليس الماء الذي يوضعه في صحن يجب إطلاق الصنبور وغسل الخضر بالماء الجاري لأن الماء الجاري يأخذ معه الفيروسات ويأخذها بينما إذا كان الماء في صحن فالفيروسات تبقى في نفس الصحن وبالتالي إذا تم غسل الفواكه في نفس الصحن فإنه لا يبقى التلوث هو هو إذن يجب غسل الأواني والخضر وما إلى ذلك الأشياء التي تأتي من خارج يجب غسلها بالماء الجاري كذلك من أجل الحفاظ على الحيوية والمناعة يجب أن يأخذ الشخص أكلا صحيا وأن يقوم بأنشاطا بدنيا وأخذ قصة كاف من النوم من أجل تعزيز مناعة الجسم فبالأكل كذلك يتم وقاية الجسم أكثر إذن إلى هنا سوف نكون قد اقتربنا من نهاية هذا الشريط أتمنى أن أكون قد أجبت على أسئلتكم إذا كانت لديكم أي أسئلة فلا تنسوا وضعها في التعاليق وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة